طبعا بعد النجاح الكبير اللي حققه برنامج المواهب الأكثر ابتكار بالعالم العربي انطلق يوم الجمعة الماضي الموسم الثاني من برنامج نجوم بلا حدود بحلقة مباشرة على الهواء وبمشاركة 14 موهبة تتنافس على أفضل موهبة البرنامج الذي يشارك في لجنة الحكم الخاصة به الفنانتان يارا وفي يونان والنجم وائل منصور ويعطي مساحة للشباب بالتعبير عن مواهبهم واستعراضها أمام الجمهور العربي بجو تنافسي وحماسي تضيفه مقدمة البرنامج كارلا حدد مرحب كلنا سوا بفايا يونان وأخيراً منستقبل واقل منصور منتعرف على أبرز المحطات الفنية بحياة يارا وفايا يونان وواقل منصور بهذا التقرير للاطلاع أكثر على تفاصيل البرنامج بموسمه الثاني معنا بالأستوديو مرحب فيها مديرة البرامج في تلفزيون الآن هدون صفدي صباح الخير لإلك هدون وأهلا وسهلا فيك معنا أول شيء مبروك على الانطلاقة الجديدة للبرنامج بموسمه الثاني وسؤالي الأول إلك هو يعني إذا منتحدث عن المقارنة بين الموسم الأول والموسم الحالي فشو هي الفروقات يعني برأيك شو الأشياء الجديدة اللي نحن رح نشوفها متوقع نشوفها بالموسم الثاني هلا مثل ما نحن شفنا الموسم الأول كان كتير بيسلط على مواهب الشباب وإبداعاتهم وخاصة عن طريق سوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لأن نحن نشوف قديش مهمة هي المنصة للتعبير عن أراء الشباب وإبداعاتهم الموسم الأول تكلل بنجاح كتير ومشان هيك نحن قررنا نكمل ونعمل الموسم الثاني بعد ما نحن عملنا الموسم الأول شفنا أنه نحن في إمكانية كتير لنطور كتير أشياء أول شي نحن بناحية اللوجستية نحن كبرنا الاستيديو صار هلا في عنا أشياء أكتر لحتى نعطيها للمتسابقين في إمكانيات أكتر إن كان من ناحية الإدت أو من ناحية كيف يعملوا الفيديوهات أما بالنسبة وطبعا صار في عنا جمهور بقلب الاستيديو كمان لحتى يشوف إرادة فعل المتسابقين يشجعهم يعطيهم الدعم المعنوي أما بالنسبة للناحية كمحتوى صار في عنا تغييرات أولا نحن صار في عنا زدنا الفيئات فصار في عنا فئات تمس من واقع المجتمع ومن واقع الشباب أكتر فصار في عنا مثلا فئات حول مثلا الرقص في عنا فئات اللي هي كيف يفعل مثلا الفيديو أو كيف مثلا نعمل شيء أو نكريات شيء وفي عنا كمان الفئة الثالثة اللي هي كمان الفلوغين اللي هي أو الفيديوهات اللي بتنعمل عن طريق السوشال ميديا هذا بالنسبة للمحتوى هلأ في عنا كمان نحن التحديات صار في عنا لكل فيديو عم ينعمل من خلال المتسابقين صار في عنا محتوى أو تحدي بدور هذا الفيديو حوله فنحن كل أسبوع هنعطي تحدي للمتسابقين ويعملوا هالفيديوهات بناء على هاي التحديات التحديات نحن طبعا عملناها من صميم الواقع اللي يريد مثل هدول الشباب بصلة ومعلومات أو بمواضيع كتير كمان بتهم الشباب مثل مثلا الاحتفال باللغة العربية مثل مثلا كيف نحن ندعم المرأة فهدول التحديات هيكونوا مثل يعني أنهم مرتبطين بالفيديوهات اللي عم يعملوها بتخيل أنه هدول اللي بيبيز هذا البرنامج أنه الشباب عم يتنافسوا أمام عدسات الكاميرا وبنفس الوقت لجنة التحكيم كمان هن من الشباب والشابات فشو بيرأيك بيعني هذا الأمر له أو شو بيضيف على البرنامج؟ هلأ اللي صار أنه نحن قررنا أنه لجنة الحكام كمان تكون بنفس الفئة العمرية من الشباب لأنه بيصيروا بيفهموا المحتوى أكثر بيصيروا عم يحكوا على نفس اللهجة على نفس اللغة بالإضافة لأنهم بيأخذوا منهم الدعم لأنه نحن في عنا لجنة الحكام مثل ما قلتي أنه من الفئة من فئة عمرية شابة ونحن عنا مثلا لجنة الحكام اللي هي فايل يونان وهي شخص كتير ينشهر أول شي على مواقع التواصل عملة الغنية تبعها اللي انشهرت أخذت تقريبا مشاهدة بنسبة خمسة مليون وهي اللي أخذت أول تمويل من الانترنت لإنتاج أغنية كمان فهيك نجم يعني طالع من بنفس الطريقة من قلب القصة فهو فهمان أكثر يمكن شو عم بيمروا في المتشاركين وبالتحديد بحديثنا عن فئة الشباب يعني خصوصا هلأ تلفزيون الآن كتير عم بيركز على مواضيع الشباب وعلى هالفئة بالتحديد فيمكن هذا البرنامج زاعد كتير على أثراء هذا الشي طبعا هلأ نحن الرؤية تبعا تلفزيون الآن نحن بدنا نركز على الشباب لأنه هنه فينك تقولي صميم المجتمع هنه المستقبل اللي عم يعطي اللي عم بيكون المجتمع لبعدين فمشان هيك نحن قررنا أنه نركز على هاي الفئة العمرية نعطي مثل هدف أو مثل رؤية للشباب لحتى يدعموا رؤيتهم إبداعاتهم مواهبهم ويقدموها للمجتمع وبالآخر حيعود بالفائدة علينا لأنه مثل ما بيزرع الواحد بيحصد فمشان هيك نحن عم نستثمر هلأ بهالفئة العمرية الشابة طيب هدون يعني مثلا برأيك هل كان من الصعب أنه إيجاد هاي المواهب يعني اللي مشاركة بالبرنامج أم كان الموضوع كتير سهل لأنه في كتير هالأمنافسة بين الشباب حول هذا الموضوع صراحة كان الوضوع كتير مفاجئ لأنه فيه كمية أو عدد هائل من الشباب المتعطشين لأنه نرجو مواهبهم كتير في عنا أشخاص مواهبهم ضائعة بالمجتمع وبدون بس ما نصل حتى يرجو أنه نحن شوفينا نعمل أو نحن شوفينا نعطي فوقت فتحنا نحن باب المشاركة لهذا البرنامج الأعداد اللي إجتنا فعلا كانت بتبعث على البهجة لأنه الحمد لله يعني نحن بتشوفي أنه فيه شباب بدون يقدموا وبيتمنوا أنه نلاقوا هيك مثلا برامج تدعمهم أكتر وتعطيهم هالمجال أنه نرجو مواهبهم كتير طيب هدون سؤالي الأخير لألك يعني من موقعك أنت أنه شو بتقولي أو شو بتحبي تواجهي رسالة للي حبوا أنه يشاركوا وما قدروا أنه يكونوا بنجوم بالعادة بقلهم أنه تلفزيون الآن دائما موجود لدعم الشباب ويستنونا كمان ببرامج تاني لأنه إذا مش بس من نجوم بلا حدود فيه كمان برامج تاني إن شاء الله عم تتحضر لحتى ندعم هدول الشباب ونعطيهم الفرصة لحتى أن يظهروا ويأرجوا مواهبهم وإبداعاتهم حلو كتير هدون الصفة دي أنا كتير بدي أتشكرك لكونك ضيفة لأقلب ببرنامج اليوم وعلى هي التوضيحات والمداخلات اللي كتير حلوة هدون الصفة دي شكرا لألك شكرا